الحقيقة يعني وصلنا خبر طبعا ولازم نبلغ لحضركوا انك حرس الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي على الحضور للمقر الرئيسي صباح اليوم ومرجعة كافة الاجراءات الادارية التي قامت بها الادارة التنفيذية فيما يخص تذاكر مباراة الاهلي ومونانا بطل الجابون الاخيرة والتي شهدت احداثا مؤسفة وخروج مجموعة عن القيم والمبادئ الرياضية وغير الرياضية وهو السلوك المرفوض من مجلس ادارة الاهلي واعضاء وجماهيره الغفيرة والاجتماع راجع كل التفاصيل الخاصة بتذاكر مباراة حيث تم بيعها وفقا للمتبع في النادي منذ اكثر من عام وتأكد ان عملية الترح تمت عن طريق الانلاين وهناك قائدة بيانات كاملة لجميع الافراد الذين حصلوا على تذاكر المباراة بالاضافة الى رعاة النادي ونجوم قدامى وبعض الاعضاء في فروع النادي الثلاثة حصلوا على تذاكر وتم رصد بيانتهم وقامت ادارة النادي بتقديم هذه البيانات للجهات المعنية لمعرفة عناصر الشغب التي لا تمثل جماهير الاهلي الحريصة على مصلحة ناديها وبلدها وجاء في الاجتماع ايضا والذي استمر عدة ساعات الاتفاق على ضرورة التعاون الكامل مع جهات التحقيق لتقوم بدورها على الوجه الاكمل للكشف عن المجموعة التي تجاوزت حتى يتم تطبيق القانون خاصة وان مجلس ادارة الاهلي يثمن دائما الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الامن في تأمين الفرق المتنافسة وسلامة الجماهير وايضا التأكيد القاطع على قيام النادي بدوره الوطني كعادته والداعم لمؤسسات بلده حتى لا تتقرر هذه المشاهد الخارجة مرة ثانية واكيد من انتظر من جمهور النادي الاهلي يفكرون بطولة افريقيا الكرة السلة التي اقيمت ديسمبر 2016 وقد ايه كان النادي الاهلي لها دور كبير في حسم اللقاء مش بس حسم اللقاء ولكن تصدير صورة كبيرة وجميلة عن مصر خارج والداخل كمان